فيه بص فيه اسئلة ينفع الواحد يرد على ويتكلم وفيه اسئلة ما ينفعش الكلام فيها اه ده ده السؤال ده اه ما ينفعش لان يعني عيب الرد عليه اصل اه يعني خطبه ما يصحش يعني كنشة ايه طيب ما يصحش عن مدربين اهل ومدربين زي مالك والحاجات دي لا اه يا جماعة يا جماعة اه الاخلاق والاحترام والصفة ده اللي هو الشؤال اللي يعني بالتفويت اه طيب لا حلو بالعكس ده ده كابتر حبيد مهم انك كمان مش مهم لا انا اقولك مهم ليه انا اتبقى لو تسمح لي فاضل ليه السؤال ده السؤال بس عشان اعرف استاذ مشاهدين انه الكصة دايما اللي بتتأمل بعض الجامعين انه مدرب او اسم مثلا زي كابا حبيد اللي يعف في الزمالك فممكن يفوض للزمالك اسم محترم من الاهلي فيفوت للاهلي فدي جمل بتتألف مباريات كثيرة وكثيرا هنا في هذا البرنامج بقول دايما انه هو ده مستحيل اجماعة بالعقل والمنطق حتى بايدة عن النواية بالعقل والمنطق ما فيش شخص عايزي بقى فاشل او عشان خاطر النادي او النادي المنتمي ليه او انا عايزي بقى ناجح عشان خاطر حتى يتقال انه اللاعب او المدرب اللاعب في نادي دوت ده مدرب ناجح واسم ناجح انا ردت شوية بس هاي نقطة للاسف عشان بقيت بتتردد جدير لا قريب يقولها كتايب كتايب للاهلي وكتايب للزمالك ضد اي مدرب هنا او هنا والرد عليهم عيب عيب لان انتوا ان كنتوا انتوا متش عارفين حاجة عن الاخلاق وعن الاحترام وعن الضمير احنا نعرف ده مختصر مفيد ده مختصر مفيد اشتركوا في القناة